ان شاء الله بأمر الله كابتن حسن هترجع تضرب إمتى يا كابتن حسن هرجع تضرب إمتى لو ربنا يريد لكن عايزك تقول الناس أنا القابتن حسن شاحاتة جاهز للتدريب لا أنا ما بحبش هتكلم مع احد في الحاجات دي لا جاهز حد ومن ناحية جاهز في أي وقت بس أنا عايز اللقطة دي قال كابتن حسن شاحاتة جاهز للتدريب في الفترة القادمة إن شاء الله ربنا كده يديك الصحة ويخليك حديد ديك الصحة تاني وتنور الملاعب الأسطورة كبيرة النجم الكبير لعبا وخلقا وتدريبا وكل حاجة عملتها في مصر كانت حاجة حلوة جدا تسلم حبيب تسلم حبيب أسطورة فعلا أسطورة لا أنا برك فيك وخليكو حبيب ما حدش حق في اللاعب ولا تدريب بالتحديد كمان يعني طيب كابتن حسن شحاتة لو أنت المدير الفني المنتخب مصر وتواجد دلوقتي في كود ديفوار وإصابة محمد صلاح ربنا يشفيها ربي وعافية ربنا يشفي كل مريض اتصاب فيها تخليه روح ليفربودي تعالج ويرجع ولا هتخليه مع الفريق هم سمحوا له لازم أخليه مع الفريق حيث كان هو كابتن الفريق وهو اللي يقدر يلب من لعيبة بشكل كويس ويقدر يتكلم معهم بشكل كويس لأن المرحلة اللي جاية مرحلة إن شاء الله ربنا يكرمهم عشان أحقق الكلام اللي أنا قلته إن هم إن شاء الله يوصلوا دورة 16 ياخدوا الكاس إن شاء الله مستحيل كان يمشي مستحيل كان ما كانش يمشي كان لازم يستنى ولازم يعمل الاجتماعات اللي بيعملها معهم كابتن الفرقة ثم إن هو كلاعب معروف عنه إن هو لعب جامد قوي 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 فهيدي للعيبة اللي هو بيفكر فيه اللي بيفكر فيه ده محدش بيفكر فيه زي ما هو بيفكر فيه دلوقتي وخاصة إن هو أصيب والإصابة دي طبعاً ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمشي الأمور بشكل زي ما هو عاوز طبعاً عشان كده بقول إن هو الإصابة بتاعته دي جات في توقيت مناسب إيه التوقيت المناسب ده؟ هم بوضوه إن هم بعتوه لليفربول كان لازم يستمر مع الفرقة ويتكلم مع الفرقة ويتعالج كمان وهو موجود مع الفرقة جوى مصر إن شاء الله طيب يعني الكابتن حسن قال لا أنا كنت أخلي محمد صلاح طيب لو كابتن حسن حسن هو المدير الفني لمنتخبنا الوطن ومتواجد في كده بوض هل كنت هتسمح لمحمد صلاح بالرحيل والعلاج والعودة مرة أخرى؟ بس في البداية إذا شعرت إن هو عايز يسافر هيسافر وما يرجعش تاني صح؟ ما يرجعش تاني يعني ما يرجعش تاني يعني ما يرجعش حتى بعد ما يخف انتهى لكن لإن الإصابة ما كانتش قوية كان محتاج ممكن يحتاج علاج طبيعي ومتوفر في المنتخب وعلى فكرة يعني كابتن حسن عارف الإجراءات اللي بتحصل في الشد في العدلة الخلفية مش محتاجة إمكانات كبيرة بتاعة ليفربول وعلى فكرة فيه ناس برضو عشان إحنا منخطب ناس طيبين فيه ناس عندها دراية وفيه ناس فيه معلومات مش موجودة عندهم الفرقة الكبيرة زي ليفربول لما يكون عندهم لعيبة نجوم كبيرة في أفريقيا وبتلعب في بطولات أفريقيا حتى لو مش مصابين بيبعثوا معهم الدكتور أو راجل متخصص في علاج طبيعي يعمل استشفى فليفربول ما أكيد عندهم دراية في ثانية يعني أنا هفكرك بحاجة مرة محمد صلاح كان رايحي اتكرم كان أحسن لعب أو درجبة في فترة من الفترات تشيلسي كان بعت معهم تعالج طبيعي ودكتور عشان في الفترة اللي هو موجود فيها يعني لا ما كانش مصاب يهيئوه عشان يرجع جاهز على فما بالك بقى في كاسة أمم وحسين أنه شعر بحاجة معينة فبيبعثوا الناس دي لأنه ناس عندهم الإمكانات الكبيرة أنه هو عارفين أن موجود محمد صلاح ضروري لمنتخب بلده وأنه هو كابتن فريق وعامل مؤثر جدا من نحة المعنوية والنفسية اللعبين والجماهير وحتى على الخصو فمجرد أنه هو يكون موجود حقيقة ليفربول عارفين الأصول عارفين أنه لازم يكون متواجد وكانه يبعثوا لو محتاج رغم أنه إحنا دلوقتي منتخب مصر عندنا إمكانات كبيرة من الناحة المادية والناحة الطبية اللي موجود التيمي اللي موجود حوالين الجهاز الفني عندهم الكدر أنه يعالجه الإجهاد اللي موجود في الخلفية لأنه مش شد يعني من وجهتنا اللي أنا سمعته في التقرير فموجود حاجات الأجهزة إحنا كنا من زمان جدا بناخد وإحنا وإمكاناتنا كنت أقول إيه للمنتخب كنا بناخد أجهزة معينة للإصابات اللي شد زي التنس والألتراسونيك ومش عارف حاجات اللي هي ممكن تساعد حاجات مش صعبة هتخليه بص عشان محدش ياخد عنوان وإن أنا أقول حين محمد صلاح بقيمتك كبيرة لابد أن يكون موجود مع الفريق نفسيا ومعنوية لأنها هيأثر على المنتخبات اللي موجودين في البطولة إن هو وجوده هيعمل نوعا من الآلق إن محمد صلاح في أي وقت هيلعب لكن محمد صلاح هناك في برة محمد صلاح خلاص هيبقى مش يعني مش مؤثر نفسيا ولا الفريق ولا الفريق للخصم فأنا مش هايف أنا هسأله سؤال إنت محمد إنت أنا شايف إن إنت ممكن تتعالج هنا وعندنا الإمكانيات اللي هنا مع جهاز طب هتقعد هنا ولا إنت أو أنت اللي فربول يبعت له وجهاز طب أنا قلت مش شوية أنا قلت الكلام ده هايقول لها أنا هسأله تعالج هناك أقوله خليك هناك خليك هناك لحد ما تخف وربنا وفاك في الفربول وإحنا هنا عندنا رجالة رجالة موجودين طب أقول لك حاجة أنت شاعر إن إنت في مشكلة إن محمد صلاح مش موجود ولا إمام عشور بقى ربنا يشفي يعني لا لأن أنا قلت لك البطولة دي الفترة دي منتخب مصر عنده عنده كل المراكز فيها يعني فيه لعبين فيها كتير وفيها لعبين متقربين المستوى لدرجة أنت بتشوف زيزو يطلع لا مش عارف تريزي قاعد مش عارف مرموش مش حاسين بمشاكل عندنا النهاردة زي ما قلت الشناوي متعور لكن فيه مجابل وفيه صبعي والشناوي يعني ما عندهش مشكلة خالص فبالتالي فرصة كبيرة إن اللعيبة تثبت نفسية فالموضوع مش موضوع إحنا منتكلم إحنا محمد صلاح من أفضل الناس العامة إنجازات خارج مصر في العالم ومش هتحصل لأي حد تاني ولكن عند منتخب مصر خطة أحمر لأي حد لأي حد إن أنت لو أنت مش مصاب ومش هتقدر تشتغل تلعب فنيا ومش هتقدر بدنيا أن أنت تكون موجود لكن يكون ليها دور كبير من ناحة المعنوية لازم ساند لازم يكون موجود قاعد مع المنتخب لمجرد أنت لو تبقى هناك واحد في الجهاز حتى لو ما كنتش هلعب لو مش هتلعب لو أحطع كلامك لو ما كنتش تلعب وأنت عارف إنك مش هتلعب تتعالج بس من غير ما هتلعب ليه دور كبير كان ممكن يعني كان ممكن إصابة دي تبقى داخلية محدش يعرفها وهو يتعالج ويبقى موجود والدنيا ماشية وزي ما أنت قلت وجود محمد صلاح هيدي ضغط إنه ممكن يشارك في أي وقت محدش يبقى عالج أنا سمعت كمان خبر إنه يقول لك يعني لو هيتعالج ولو ما نقصر الفاينل لا والله لو هنقصر الفاينل بس اللعيبة اللي تتعب بديه مش مجرد أنا مش هنوين زدقني أنا بقول الأصول في الكرة وفي منتخب بلد أي منتخب بلد شرف كبير لأي حد يكون متواجد لمجرد إنه هو قاعد موجود في البعثة بتاعت منتخب مصر ده الجمهور لما بيحضر مباراة منتخب مصر مش شرف ما بعض مش شرف إنه هو متواجد في الأستاذ ما بلاك اللعيب اللي بيكمس المصر فالموضوع خلاص يعني إحنا مش عايزين نشغل نفسينا اللعيب مهم جدا اختار قراره اختار طريقه البركة في الموجودين في ربنا سوما في الموجودين والجهاز الفني دي الوقت دور الجهاز الفني طيب أنا عايز بس وحضرتك موجود وكابتن حسن عايزين نوضح للناس إن الموضوع اتخد إيه اتخد هجوم على صلاح وانتو بتهاكموا صلاح فخر العرب والهجوم على صلاح الموضوع اتخد في حتة تاقي ما أحلم ويهي بس هرد قبل الكابت أنا بعد يزنك أولا أنا أقول لك حاجة الكلام اللي إحنا بنقوله ما فيش هجوم من ناحية الفنية على محمد سعجي في الناس خدتنا لكده لا في الناس بتودين لكده لا في الناس في الوقت بتتكلم بص 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 أنا اتكلمت مش إحنا اتكلمنا في النامج ده عن محمد صلاح أنا واحد من الناس على سؤالين اللي هو اللي تقالي تقالي النهاردة وسؤال قبل كده ان انت هل محمد صلاح ممكن تغيره ايه حصل احنا ما تكلمناش على فنيا واحنا قلنا ده اسطورة اسطورة في خارج مصر كمحترف لكن احنا بنقول اي لعيب لازم ممكن يغير سواء ان انت بتريحه سواء ان هو اقل فنيا او بدنيا في الملعب وجوده احنا قلنا في الحالة الوحدة كابتر حسام ناحية السلبية لو هو سلبي في الملعب يتغير زائد كده كابتن زائد ان هو محمد صلاح هل الكلام اللي احنا بنقوله ما ينطبقش على رونالدو كريسيانو ورونالدو لما كانوا في منشستر قبل ما يروح لنطبق على عيلة ده كان قاعد بيلعب خمس دقايق في الآخر وساعات ما كانش بيلعب منتخب لبرتغال في كاس العالم كان قاعد احتياط يعني محترام الشديد هو في مارادونا مارادونا ثم ميسي ثم بنزلاء لكريسيانو يعني دولة اعظم ناس يعني من وجهة نظري من وجهة نظري طبعا بليه طبعا موجود وفي لعيبة لكن كانوا بيقاعد احتياطي وراجل راح لنادي النصر عمال بيفحط في الارضة عشان يثبت من وجوده كأنه لعيب ناشئ فهو ده لعيب البروفيشنال اللعيب اللي عايز يكتهد وعايز فعشان كده احنا اتكلمنا على محمد صلاح انا بقولك اسطورة كبيرة جدا ولكن يغير يغير لو هو مش موفق يغير لو تاني حاجة بنتكلم لو هو حاسس انه هو مش عايز يوعد مع المنتخب عشان يتعارج هناك ده قرار خطأ طيب بس احنا اتكلمنا في ايه ما فيهاش ايه هجوم وكابتن حسن نفس الشيء كابتن حسن اسمح لي ما تكلمناش تقييم فني اللي هو لعيب قليل ولا صغير ونتكلم تقييم فني على اي لعيب ما فيش مشكلة لكن هنا السؤال لكابتن حسن اللي احنا عايزين نتراحه للسادة المشاهدين عشان ما فيش ناشت 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 ودينا في حتة تانية سكة تانية سكة تانية سكة الهجوم هو دلوقتي اختزلوا الموضوع في سكة الهجوم على محمد صلاح لا هو الموضوع مش كده احنا قاسفين جده لا موضوع مش كده لعيب اصيب انا عايز اعرف دلوقتي محمد صلاح وقرار اصابته والحوار اللي ضرب بين اتحاد الكورة وليفربول وتصريح كلوب لما طلع وهو اللي طلع من عنده التصريح وقال لك ان صلاح هيرجع مين مسؤول عن كل هزي الاحداث هل هو اتحاد الكورة هل هو المشرف على منتخب مصر الكابتن حازن امام هل هو المدير الفني هل هو محمد صلاح دي المنظومة بتاعتنا هل هو محمد صلاح اللي خلى كل الناس تتكلم الكلام ده كله محمد صلاح اللي وصل للناس انها هتتكلم كلام مفروض ما يقلوش سواء هو مصاب او مش مصاب لسبح بواحد لان في حاجات كتيرة كمناظر كتيرة بالنسبة له ان هو قبل ما نعرف حد هايغير ولا مش هايغير هو راح قلها الشارع ورح ملبسها للعيب اخر عشان هو يبقى كابتن حجازي حجازي هو عشان يبقى هو خلاص يعني برا الموضوع برا اللعب هو راجل مصاب هو هو اللي عمل في نفسه كده احنا مش بنهاجمه ولا الجماعير في السوشيال ميديا بتهاجمه لا لا ده وضع طبيعي انه بعدين احنا قلق احنا مش عارفين الحقيقة فين هل هو كان مصاب عشان كده غير وعشان كده تسافر وقال له تعالى وإحنا هنعالجك والكلام ده كله كبتن احنا منكلم لا هو خلاص مصاب لا احنا خلينا احنا صادق هو صادق مصاب الاصابة واضح ان هي خفيفة احنا بنقول لابد ان هو لو لحق او ملحقش يتواجد كرامزي مع المتاقم لو كان عيبة ماتشين للاخرى يتواجد فيه يتواجد مع المتاقم لا احنا احنا مصدقين ان هو مصاب طبعا ماشي اوكي ما هو يبقى موجود عشان يقوم مع العيبة ويتكلم مع العيبة الاصابة بسيطة بنوجه يتنظرنا بالخبرتنا اللي عنده خلفية اللي يجيله شد في الخلفية ما يقدرش يمشي عليها في لحظتها يعني ما يدارش يمشي طبيعي هو خروجه من الملعب بيقول انه ممكن يكون جاله فعلا اجهاد طبعا هو اكيد هو قصدق يعني ولكن فمعناها انه محتاجة حاجات بسيطة مش محتاجة مدة طويلة لان المشي التلوع التلوع بالشيء بس برضو عشان الناس للمشاهدين يعني الاصابات اللي بتحصل فيه اصابات شد ما يقدرش يتحرك بشكل طبيعي او يمشي عليها يطلع بره بشكل طبيعي ما يقدرش يعمل الخطوة عادية التاني حاجة طالما الاصابة بسيطة زي ما شفنا او زي احساسك بخبرتي انه هو يومين راحة مع علاج طبيعي مع الحاجات الجديدة مع حاجات لحظات كهربائية مع حاجات كتيرة جدا مفيش نصيب انه هو مش هيلحق وجوده مع حاجات مفيش نصيب لازم يكون متواجد مع اللعيب لحد اخر لحظة انا اسف ان اعطعت كلام حاجات لا حبيبي لا لا تمام تمام يا كابتن تمام يا حبيبي طيب كان في الفترة اللي فاتت بعض الاحاديث على السوشيال ميديا على اصابة كابتن حسام حسن في مباراة المغرب امكن كابتن ميدو يتكلم في احد الحوارات وقال ان انت كنت تتخانق في الحمام تضرب مع نفس يعني مع نفس عايزين نسمع الحقيقة من كابتن حسام حسن يعني عايز اسمع الحوار ده وحقيقية الموضوع ده من صاحب الموضوع نفسه يا كابتن حسن كابتن حسن هو الحمد لله بشحمه ولحمه قدامنا قولينا ايه اللي حصل بقى عشان نفهم قلت بتضرب ميدو لا انا اسمعت كتير الفترة الاخيرة اللي ميدو حكاها بشكل يعني ايه اهو بشكل كوميدي شوية فهو شوية في الموضوع لا هو اللي حصل ان انا كنت في مباراة المغرب في التصفيات في الاستاذ القاهرة كان الموضوع صعب جدا ومحتاجين ان احنا نعمل نتيجة إيجابية ونكسب يعني ففي الشوت الاولاني اخر الشوت الاولاني انا عمري وكان ما جات لخلفية فكان اول مرة جي لخلفية فانا مع الجمهور الكبير والناس اللي موجودة دي وانا عايزين نكسب متخب كبير زي المغرب اه فمش مصدق جاء في الاخر جات لي حسيت بشعرت بحاجة زي نغزة في الخلفية فانا قلت لا خلفية برضو اه نفس فانا رحت داخل قلت اللي فطبعا هبنخش اللعيب اللي بتشطف يعني بيدي الشوتين يعني اي فدخلت الحمام انا عام بكلم وقف قدام المرهاب فعمال انا بيقول مش هطلع يعني مش دي تطلع دي معقولة ان انا هطلع يعني يوم زي ده فبكلم نفس ان انا دي مش الاصابة دي مش هطلع عني بس مش بالشكل اللي ميدو فانا قلت هكمل فانا عامال يعني اوي نفسي وهي دي الحدود وبعدين يعني بمعنى ان انا عايز بكلم ربنا يعني ربنا يعني اقدر العب فهو بالطريقة دي لكن هو طبعا كان هو العيب كان لسه لسه طالع معناه صغير فهو طبعا يعني هو كان في البرنامج كان تقريبا كان هو فمبسوط شوية فراح ميدو من الناس اللي انا بحبها جدا وانا الفراو دا اللي يتعدوا على الصوابع اللي في كرة المصرية لكن هو يعني ما كانتش بالشكل اللي هو قال وميدو لكن هو دا الحقيقة ان انا كنت هتجنل ان انا ممكن اطلع ان انا ما كملش المباراة وان انا مشارك مع الزميل قلت ايه بالزبط سابع عمال اللي انا قلته لك اللي انت قلت ان انا يعني مش هطلع لازم معقولة الاصابة تها تطلع علي لا فبقول يا ربك عايز اكمل عايز مش هطلع استحال ان انا بس بصوت عالي ما هو مش بصوت عالي او عشان خطر ان ما تتأصرش علي بالتحت بزبط لان انا كابتن كابتن فرق ساعتها ومش عايز اقصر الجهاز الفني عشان ما يسمعش تمام فلان انا مش عايز ابين ان انا مصوب انا عايز العب ادي فانا مش يعني ان انا شايف ان انا اطلع دي مش في حساباتي اي روشيتة بقى من كابتن حسن شحاطة النهاردة تشكيل منتخب مصر هتعمل لنا ايه في التشكيل وهتقول لنا ايه الخطة السحرية لفيتوريا معلش تشكيل 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 منتخب مصر يا كابتن اه بس مش هنقول دروقتي هنقول ع الصبور مش هنقول ان شاء الله هنقول ع الصبور ناخد التمانية جيجة اتفضل لكابتن خالد عشان يا خير يا كابتن مهيب بعلن وسهلا بيك وبرحب طبعا من كابتن حسن شحاطة أو كابتن حشام حسن هلو المساعدة يمكن ابتدي يا كابتن مهيب انت اول حسن